في هذا اللقاء المبارك سنتحدث عن عالمة الاجتماع الرصينة وعن الناشطة النسوية العربية وخصصتها بالعربية لمجال خصوصيتها كما سنرى فيما بعد سنتحدث عن المؤلفة المختلفة والحقوقية الملتزمة تمهيدا في تخصيص محاضرتين أو مداخلتين في هذا الشأن سنخصص للكاتب المحاورة والمتألقة الدقيقة حديثا آخر سينصب على كتاب الحريم السياسي وسأسمح لنفسي بمحاورة النصوص التي يتضمنها كتاب الحريم السياسي لأنه يفترض في المناقشة أن تكتسب المناقشة بعضا من الجرأة الأدبية والكثير من التأمين في حضرة شخصية السيدة فاطمة المرنيسي رحمها الله وبدأ يفرض ذاك الكثير من الدقة المنهجية وأن أضع اليد على بعض الصور المختلفة هي مختلفة بالفعل في رؤاها الدينية وفي مناقشتها للنوع وفي تتبعها للجندة ونحن نحترم هذا التوجه على حضور الأدبيات والترجمة في هذا الإطار تحدد إشكالية من الإشكاليات والتأدب في ذكر الحضرة المحمدية يفترض كذلك الكثير مننا ثم الأحاديث بين قاعدة الجرح والتأديل له مرده وله أصوله كما لا يغفى عليكم وإصدار الأحكام العامة له نتائجه السيدة فاطمة المنسي عالمة سوشيولوزيا بامتياز عالمة اجتماع بامتياز عانقت السؤال وتعطرت في رحلتها بالسؤال وذلك للكشف الجريء عن قضايا مجتمعية مختلفة كسرت فيها دائرة دائرة المغلقة نحو دائرة الحلزون الذي ينتشي طبعا بدائرته المفتوحة حاملة معها إرتا معلنا عن صرخته وموحيا بآماله متطلعا نحو أفق مستقبلي مختلف وهي تحلم باستنبات أجنحة للطيران مسلحة بإرهاصات حقا بإرهاصات تؤكد على اليقضة والغوص اللامتناهي لالتقاط الحقيقة والحفيف الحرير على حد تعبيرها للحلم المجنح مع استحضار شرطين ضروريين لظهور الجناحين الشرط الأول التسلح بالوعي والمعرفة والشرط الثاني وهو الأهم ذلك الحافز ويتحمل معاناة المسجون عفوا في دائرة وتنطفض بجناحيها بإيمان عميق بقدرتها على فك الحصار هكذا علمتها جدتها التي كانت تتسم بالحكمة وبالدكاء الثاقب وبسعة الخيال فرسمت لها طريقا وإن بدى غامضا إلا أنه كان واسعا لتحقيق أحلام شتى أمها وجدتها كذلك ملأ حواسها بل عقلها في طور النمو والبحث عن الدات وعن إتبات الدات كذلك بحكايات شهر زاد الوقع القوي ما بين معاناة المرأة وعقد الرجل في صراع للحفاظ على الحياة واعتماد الحكي والمخيال لاجتياز المحنة ولتحقيق البقاء وذلك في مكابدة عناء الصفر كل ليلة والتحليق بالفكر لتجاوز حدة الرغبة والشعور بلدة الانتقام لمن جعل الخيانة عتمة لا تبقي على قيد الحياة فشهر زاد بمعاناتها المركبة هي رمز للاستشفاء والتضحية والإيمان القوي بأن الغد سيكون أفضل كانت هذه إشارة ضمنية لقراءة أولى قد تكون مجانبة للصواب ولما لا لكنها مستقات من داكرة السيدة فاطمة المرنيسي وللسيدة دلالات قوية وإشارات بليغة إلى عمق التجربة تجربة هذه العالمة الاجتماعية الفاعلة التربوية والباحثة المدققة إنها شخصية غير عادية لإحقاق المساواة والجندلة وقد اختيرت على أنها المرأة الأكثر تأثيراً في العالم حسب صحيفة لغارديان البريطانية عام الحادي عشر بعد الألفين كانت داتا شغب فكري وحمى معرفية مختلفة خارج الصرب ومحلقة بإزائه أدركت أن الكتاب سبيل للتحرر فعندما نمتلك السلطة نكون في حكم الكتاب وعندما نمتلك العلم نكون في حكم الفاعلين وبدأ أصبحت خريجة صربون في العلوم الاجتماعية والحاملة لدكتورة من بران دايرر في الولايات المتحدة الأمريكية والمحاضرة في جامعة محمد الخامس لسنوات عدة مثالاً يحتدى في المجال المجتمعي والحقوقي فهي الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة مقالتها ومؤلفاتها لها وقع كبير في بلدها الأم وفي البلدان العربية بل في العالم برمته حصدت جوائز عالمية سترولتياس الإسبانية مناصفة مع سوزان سونتاج وإبراموس الهولندية عن محور الدين والحداثة كما دشن كرسي لها بجامعة محمد الخامس بالرباط وكرسيان باسمها في مكسيكو سيتي وبروكسيل وكرمها المجلس العربي للعلوم الاجتماعية غادرت مصرح الحياة في الثلاثين من نوانبر في عام خمسة عشر وهي عالمة اجتماعها وهي المزدادة في الأربعين من القرن الماضي تركت إرتاً وفكراً من خلال نشاطها الحقوقي والتقافي على أرض الواقع ومن خلال مؤلفتها الصادمة التي كانت تحكي عن معاناتها كمسؤولة عن التعبير المجتمعي وعن نقطة المرأة ويقضتها وعن إعلان صرختها فالصمت في عرفها حجاب حقيقي كتبت في مجالات مختلفة يصعب تصنيفها في خانة واحدة كتبت عن الجنس والإيديولوجيا والإسلام وبأن العالم ليس حريماً كذلك كتاب سلطانات منسيات روت فيه عن التعتيم التي طال المرأة القائدة من النساء في القاهرة وصنعاء وغرناطة إلى غير ذلك في السنة التسعين من القرن الماضي كتبت كل ذلك وترجمته إلى العربية وامتدت كتاباتها حتى حين وفاتها كذلك كيد الرجال كيد النساء هي عنوين موحية ومعلنة كما قلت في البداية عن صرخة هذه المرأة العالمة الاجتماعية على وجه الخصوص الإسلام والديمقراطية نساء الغرب دراسة ميدانية كل فكرة تحتاج إلى وقت والوقت ليس بالهين لمقاربة فكر السيدة فاطمة المرنيسي ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية وهو موضوع الدكتورة السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي في كل فصل وفي كل عطف إشارة إلى مواقف خاصة تختلف بها هذه السيدة العالمة اجتماعيا وأكرر العالمة اجتماعيا في هذا المجال الخوف من الحداتة وقرنته بالخوف عند المرأة وبالخوف من العولمة فأنتجت السندباد وكتاب الإسلام الكوني نساء على أجنحة الحلم هل أنتم محصنون ضد الحريم تهتم كتابات المرنيس على العموم بالإسلام والمرأة وتحليل تطور الفكر الإسلامي والتطورات الحديثة بالموازات مع عملها في الكتابة حيث تقود كفاحا إن صح التعبيق في المجتمع المدني من أجل المساواة وحقوق النساء كما أسست قوافل مدنية كانت مهووسة بالقراءة النقدية للتاريخ العربي الإسلامي معتمدة آليات معرفية منهجية لتفكير أو لتفكيك عفو جدور الأنماط الاجتماعية مقاربة للتأطير الديني لمكانة المرأة ووظيفتها من خلال النصوص الإسلامية مباشرة مع نقد الأدبيات الفقهية ذات الدور الحاسم في إنتاج القوانين الوضعية وما يترتب على ذلك في تصورها من إعلان وتفعيل للذكورية من قبل العلماء والفقهاء الذين وظفوا النصوص لمصالحهم السياسية والاقتصادية ما بين الاستغراب والاستشراق ما بين فرنسا والعراق والمغرب جلست الكاتب على الرصيف للتداعي وإن كان خيطها الناظم في هذه الكتابات يصعب معه الوقوف إلا عند نقطة الانعتاق والتحرر ويصعب كذلك إيجاد الرابط بينها بين فاس وبغداد والرباط الذي عشقته حتى الثمالة والذي غاصت في بحره للبحث عن مكنوناته والذي أوحالها مناخه بالكثير من حكايات ترتبط برحلة السندباد بين الواقع والمعيش حست فاطمة بزمن الجندر فهامت بالبحر وغاصت في دروب المدينة أي مدينة الرباط حاملة معها كما صرحت بذلك أهم العارف الذي لم يقرأ ولم يقرأ واهتمت بالفن السادجي أو السادجي عفوا أو الفطري بدأت ترسم طرقا لكل سندباد مغربي لتكتشف العوالم بل لتشرع أبواب التسامح لا ليتخذ منها مجال حيوي كدأب المحتلين وضحت القصد من سندباد في زاقورا في مجتمع بين القبلي والمدني ضربت أمثلة من القرآن الكريم بدكر ابن السبيل وقارنت بين المنطلطي والكوبوي على حد تعبيرها الذي قال هذا الأخير بأن الأرض لهم وحدهم فقتلوا الغرباء اعتبرت ذلك من خلال خروج المرأة وولوج النساء للاشتغال في القنوات الفضائية اعتبرته طورة إيجابية وتغييرا جدريا في العقل على العموم السيدة فاطمة المالنيسي قامت بأدوار طلائعية مستعينة بأسماء وازنة كالخمليشي وقنون والتازي رحمهم الله كما ذكرت أماكن قائمة عالمة كجامع القرولين حيث كانت جدتها تنتقي موضوع الحلقة أو الحلقة التي تستمتع فيها بالعلم والمعرفة وللحديث مبررات تقول كانت جدتها تنتقي بمعنى أن لها رأي في الموضوع كانت تستمتع فيها في هذه الحلقات بالعلم والمعرفة وهي في رفقتها كما ذكرت أن ذلك هو عشق من بين الأدوار العاشقة والتي عاشقتها السيدة فاطمة المرنيسي عندما كانت في حي الوراقين ببغداد وهي مجال كذلك لمحترفات وأدوار طلائعية كمتقف في الرباط هي محبة للنساء اللواتي سجن خيوط الخيال وهذا يتير أكثر من ألف سؤال موقنة بأن الرجال هم الأفضل ومن يستطيعون تحرير المرأة وبأن التحاور المؤدي إلى التفاهم وأدبيات احترام لاختلاف وسنوات العمل بين الجنسين هي التي تنجج المشاريع الخلاقة وبهذا سألت الكاتب البقال والمرأة والدات والنوع الاجتماعي وأخذت عن النخبة العالمة غياب فقه الواقع فذاكرتها ما زالت تحمل زغرافية القرويين التي تحتفي بسبعة عشر بابا وهي أمام الشارع تحتضن البائع والمتجول والقار وكل فئات المجتمع بدون استثناء ويحضر الحلقات كافة ممتلي مكونات المجتمع المدني تقول العالم الاجتماعية عشت عالما في جامعة القرويين ليس فيه قطائع بين النخبة المتقفة والتاريخ والشارع بينما الآن تقول هناك طلائع وقطائع بين النخبة المتقفة والشارع في العالم العربي الشارع يفتقد الاتصال بالمفكرين والعلماء والمثقفين وبذلك يحتج بعض الشباب على هذه القطائع وينادون من خلال مقابلات أدبية وتربوية وواقعية بالرغبة في الحوار بين الأجيال ومن غير سيطرة فالأمر مشروط من خلال الزمن أو المرحلة أو الفكر أي أن يكون الحوار مفتوحا وهذا هو مشروع المؤلفة مع التأكيد على احترام الآخر بالإضافة إلى تأكيدها على تحرر المرأة وتحريرها بما تعني هذه الكلمة من أبعاد مختلفة متعددة بل ومترامية ومتباينة في آن واحد كانت بذلك نسوية عربية أي ليست خالصة في النسوية فمفهوم النسوية عند الغرب أو عند الآخر يعني القطيع مع الرجل وعندما تحررت من القيود الأكاديمية بمعنى أصبحت في مرحلة زمن التقاعد تحددت عن ذاتها بشكل كبير وبصدق واضح قالت عندما كنت صغيرة كنت أحلم أن أكون مهرجة تقصد اعتماد البساطة في نقل القيم الممزوج بالفكاهة وذلك عبر آليات ليست بالهينة ولكن رغبة العائلة كانت ضد الطيار ليست بالهينة فالمعلم والطبيب والمهندسة هن مطمح كل العائلات وبذلك جعلت من ألف ليلة وليلة قضية تتحرر هذه المرأة الوسيطة بين التقافات هي التي أنجبت كتاب الحريم السياسي كتاب متفرد في موضوعه ومنهجيته ينطوي على مضامين تحكي تجربة الكاتبة في أفق انتظاراتها وفي أفق مطمحها المنتفض وهي تحمل عوالم متباينة من الرفض والقبول والمقدس والحيوي والإنساني قد يضيع موضع القدم فتتلمس الطريق من جديد في علمها الاجتماعي كانت مبرزة وفي تقافتها الحقوقية كانت وازنة وفي نقدها الديني كانت بين هذا وذلك وفي بحثها كانت واقعية ترصد الخصاص وتحلل النتائج وتستقصي الحدد في تحديد النسب وبيان النتائج وترحي الفرديات والخروج بتوصيات معلنة حضورها من خلال اختياراتها الجرئة أقصد الجرأة الأدبية وبذلك تقدم سيرة انتسج فيها رسم الدائرة التي حددتها عنه جدتها في السابق ولسان التحدي وتجليات القدرة نحو الغد الأفضل من خلال إنجازاتها تمثل السيدة فاطمة المنيسي ولكلمة السيدة دلالتها العميقة زمن التأسيس لعلم الاجتماع كما قالت بذلك الدكتورة في حديثها عن السيدة المنيسي بكل انكسارات اللحظة وأزماتها وإيجابيتها ومعيقاتها فكانت بذلك تعمل عملا واقعيا منسجما مع الطروحات التي افترضتها من الناحية العلمية لكي تكون أقرب وفاء لفكر المنيسي من غير تعميم أو سقوط في الكونية أو تخصيص ضيق الهوية فإنني أعلم ما أقول إذا سمحتم من غير تعميم يسقطها في الكونية أو تخصيص يسقطها في ضيق الهوية وضيق الهوية قد يدخل فيه المجال الدين إلى حد ما ولكي نكون أقرب وفاء لفكر المنيسي من غير تعميم أو سقوط في هذه الكونية وتكون قراءتنا الأولى لها طبعا مع فيض إنتاج المؤلفة وعلمها الغزير وتنوع مواضعها مشيدة بأعمال هذه السيدة المتميزة والتي اشتغلت على النوع الاجتماعي مبتعدة عن الضكورة والأنوتة في قاموس هالتقافي فنحن مع نوع اجتماعي له أدواره ومكانته داخل المجتمع فالعلم كما قالت يتميز بكونياته فلتسمحوا إلي أن أشير إلى أن هناك علوما كثيرة ودات أهمية قصوى في تطوير المجتمع وفي نمائه وفي السير نحو المستقبل الأفضل ولكنها في نهاية المطاف تبقى استنباطات إنسانية ما بين القبول والرفض وتبقى كذلك اعتباريا نسبية وتخضع للنقد بكافة أشكاله ولا دير في ذلك ولكن هناك النص القرآني العظيم والذي هو استنباط إلهي ومنظومة متكاملة في حضرة النص القرآني يجب أن نكون مسلحين بالعلم الدقيق وهذا بالطبع لا يمنعنا من القراءات المختلفة لمضامينه ولمنطوقه ومفهومه بعيدا عن الأحكام العاطفية أو الجاهزة ومن حقنا طبعا أن نناقش آراء العلماء والفقهاء وأن ننتقدهم ما دامت الآليات حاضرة بدقتها العلمية وكتاب الحريم السياسي يتطلب منا هذا الاستحضار الذي قمنا به لإلقاء الضوء على شخصية هذه السيدة المتميزة وبيان مكانتها الفكرية وحضورها الحقوق أولا كما يستلزم منا أن نقف موقف الحدر المتأني من بعض الأحكام ليس ذاك من باب اغتيال الفكرة أو المصادر على المطلوب ولكن أن ننظر إلى صواب الأحكام ونوعية المصادر المعتمدة في ذلك كما لا ننسى التأدب في حضرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر الصحابة والتابعين وأمهات المؤمنين ولا ننسى أن الكتاب صدر بالفرنسية وترجم إلى لغات عدة كما ترجم إلى اللغة العربية من قبل الأستاذ المحامي عبدالهادي عباس مشكورا والترجمة كما لا يخفى علينا هي خيانة للفكرة وللموضوع حتى داخل اللغة ذاتها واللغة ليست بريئة على الإطلاق ومع ذلك نشكر تقريبا الأستاذ للمعلومات والأهم من كل هذا وداك هو الحياد الذي أعلن عنه المترجم والحياد موقف إيجابي كذلك يقول إنني إذ أقدم على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية فإن ذلك لا يعني مطلقا أنني مسلم بما جاءت به المؤلفة من آراء وأفكار واستنتاجات أو أنني موافق على ما عرضته من تفسيرات وتأويلات التي تحتمل الكثير من الجدال والنقاش يقول كذلك أقدمت على تقجمة الكتاب لأن المؤلفة تطرح فيه بلغة أجنبية موضوعات كثيرة وتتناول بعض الشخصيات من الرواة والصحابة بما لا يقرها عليه الكثيرون هنا المسؤول يتقع وفي هذا المجال الدين تحديدا على كاهل القارئ والمتلقي عموما والمترجم كذلك نحن نؤمن بأن الإسلام أقر بحرية المناقشات الدينية ولكن مع الالتزام باستخدام العقل والمنطق والمعرفة الدقيقة بكتاب الله تعالى والاطلاع الواسع على علوم وجبت حصيلها كالتوحيد والأصول والتفسير واللغة والمنطق لما يقرب ذلك من دلالات النص وعندما نقرأ للسيد المرنيسي من وجهة نظر دينية نطرح كذلك نحن ألف سؤال وسؤال لأن تم تأشارات من قبل مختصين في علم الاجتماع عبر السوسيولوجيا القراءة في إعادة قراءة ترات السيد المرنيسي عفوان درسا وفكرا المرأة كترات إنساني لا كدين وهنا نؤكد على ضرورة وضوح المصطلح وبأن الكاتب عندما ساءلت الدات حول اختياراتها وانتظاراتها قدمت لنا المشروع الجديد المستحب ولكن عندما ساءلت الدين لا كنص أصولي ولا كنص شرعي كما أفصحت عن ذلك هي فالمسائلة تقتضي شروطا موضوعية وهنا يطرح السؤال نفسه أيمكن للكاتبة التي عشقت البحر وغاصت فيه لمدة سنين لأنها قالت في حوار مع قناة الجزيرة بأنها تعرفت على البحر في الرباج في السنة الثامن عشر من عمرها وكانت تسبح فيه وتعشقه حتى سن السبعين بمعنى لم تصبح لها القدرة على القيام بذلك أي يمكن لهذه الكاتبة التي عشقت البحر وغاصت فيه لمدة سنين أن تدخل يمه من غير علم بما تقاوم به أمواجه أو من غير مجداف طبعا لا فقد جربت طعم الخوف مع تجربة الغرق لأنها قالت كانت موشكة على الغرق لمرتين في حياتها كذلك الشأن في المساءلة الدينية فلا يمكن الخوض في غمارها إلا لمن امتلك آليات ذلك وإمكاناته فالتعاطف الإيجابي حاصل من خلال انتماء الكاتبة إلى دائرة الإسلام ولطربيتها وكذلك لقراءتها ابن سينا والغزالي والإعجاب الذي عبرت عنه عند تحليل المحتوى وتأثير القيم الإسلامية مثلا في حديتها عن المسيحية والإسلام وملاحظتها أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تعاون فيما بينهما في ضل الديانة الإسلامية هنا هنا نجد بأن المسيحية وعلى وجه التحديد بالنسبة للفرويدية قد تنبني على القدرة على التخلي على الرغبات الجنسية للتمكن من الوصول إلى حالة التقافة كل كلمة لها دلالتها ولها سرها وتعلن عن موقف خاص ولكن هذا التفاعل وهذه الدينامية في الإسلام تتأسس على من الأقوى طرحت الأستاذة العالمة الاجتماعية السؤال الجوهري ثم استطاعت أن تجيب عنه من خلال نظرتها الخاصة قالت يتأسس على من الأقوى وبمنطق الغاب الغلب للأقوى فمن تملك أكبر قدر من القوة نسق نظام اجتماعي يقابله فوضى وجمال المرأة يؤدي إلى الفوضى المرأة إذن هي القوة التي من خلال فتنتها تجابه بها خوف الرجل الأبيسي وهنا ذكر لوجوب الحجاب حجاب المرأة فالمرأة هي الأقوى إذا فتن بها الرجل وأنا في سداجة القارئ وجدتني أو أقف موقف المتأمل عندما أستعمل التواجد فهو ليس بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الإيجابي أي بكل محبة وجدتني أقف موقف المتأمري أو المتأمل الحائر المشتت بين هذا التوضيح ومدى مصداقيته وتلازم العلاقة بينه وبين ما يفصح عنه النص القرآني الهندسة الاجتماعية هي موضوع دراستها لرسالة الدكتورة علمت من قبل الناصح من غير قصر ولا قهر علمت من قبل الناصح بأنها لن تكون متميزة داخل دائرة النساء النساء الرسول صلى الله عليه وسلم على أية حال هذا يبدو اجتماعيا مقبولا والعدول كما قلت كان عن الزواج من غير ضغط من أحد بل بتذكير هذه المرأة بأنها ستفقد التميز داخل مجموعة من النساء وبذلك كان لها حق تقرير المصير هي زوايا إيجابية إن صح السند والمتن تؤكد تعاطف الكاتبة مع القيم الإسلامية الرفيعة وأحيي في هذه العالمة المتميزة الدكتورة للا فاطمة المرنيسي رحمها الله طلاعا على الطرات واهتمامها بكتاباته المتميزة كالإشارات والتنبيهات لابن سيناء وفي إعجابها بقوله بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم وكذلك وبأن العارفة لا يستويه الغضب عند مشاهدته المنكر حيث أمر برفق الناصح كما تعتريه الرحمة إذا أمر بالمعروف ولمقاربة كتاب الحريم السياسي والذي أعيدكم به في اللقاء المقبل إن شاء الله لما يستدعي ذلك من قراءة متأنية تتناول دراسة توتيقية للكتاب ودراسة حليلية أوجز فيها القيمة العلمية ومصادر الكتاب المعتمدة ومحتوياته ومنهجيته وفي انتظار ذلك تقبلوا كاملة الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته